أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروسنا المصورة ومادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر المسار التكنولوجي الوحدة الثانية أدوات التطوير البرمجي وتقنيات الاختبار درس اليوم تدريبات المعارف والمفاهيم النظرية فلنستعرض أعزائي الطلاب الخريطة الذهنية للوحدة الثانية أدوات التطوير البرمجي وتقنيات الاختبار والتي تعرفنا فيها على أربع محاور أساسية وهي لغات البرمجة عالية المستوى البرمجة التركيبية المكتبات البرمجية واختبار البرمجيات فلنتذكر أعزائي بعض مفاهيم ومعارف هذه الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يليه أولاً لغة وسيطة بين لغة الآلة واللغات عالية المستوى تستخدم الرموز بدلاً من الأرقام 01 تسمى A Java B C Sharp C Assembly D Python الإجابة الصحيحة C Assembly ثانياً لغات تمكن مستخدم الحاسوب من إجراء تغييرات على البرنامج من أجل تلبية حاجة جديدة وحل المشكلات الصغيرة بنفسه هي A لغة الآلة B لغة التجميع C لغات عالية المستوى D لغات الجيل الرابع نعم أحسنت الإجابة الصحيحة هي D لغات الجيل الرابع ثالثاً برنامج حاسوبي يحول كامل المقطع البرمجي المكتوب بلغة عالية المستوى إلى لغة الآلة التي يفهمها معالج الحاسوب قبل تنفيذه هو A المترجم B المفسد C المحول D القارئ الإجابة الصحيحة A المترجم رابعاً أحد لغات البرمجة التي صممت لتطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الإدارة العامة هي أحسنت عزيزي الطالب الإجابة الصحيحة هي C كوبول خامساً جزء من البرنامج يؤدي مهمة مستقلة يمكن حزمه كوحدة يتم كتابتها بشكل منفصل عن بقية البرنامج هو A التصميم الهرمي B البرمجة التركيبية C البرنامج الرئيس D البرنامج الفرعي أحسنت عزيزي الطالب الإجابة الصحيحة هي D البرنامج الفرعي سادساً الكود الناتج من برنامج الرابط لينكر هو A الكود المصدري B الكود الكائن C الكود المنفذ D الكود البرمجي نعم أحسنت الإجابة الصحيحة هي C الكود المنفذ سابعاً وحدة برمجية في بايثون تستخدم عند التعامل مع الدوال الرياضية الأكثر شيوعان هي A الوحدة البرمجية تيكنتر B الوحدة البرمجية تايم C الوحدة البرمجية ماث D الوحدة البرمجية ديت تايم الإجابة الصحيحة C الوحدة البرمجية ماث ثامناً أحد لغات البرمجة صممت لحل المشكلات الرياضية والعلمية ولكنها لا تناسب إدارة ملفات البيانات هي A Java B Lisp C Fortrain D Cobble نعم أحسنت الإجابة C Fortrain تاسعاً اللغة البرمجية الوحيدة التي يفهمها المعالج مباشرة ومكونة من وحدات البت الثنائية تسمى A لغة الآلة B لغة التجميع C لغات الجيل الرابع D لغة عالية المستوى الإجابة A لغة الآلة عاشراً يعتبر خطأ القسمة على صفر من A الأخطاء اللغوية B الأخطاء المنطقية C أخطاء وقت التشغيل D الأخطاء النحوية الإجابة الصحيحة هي C أخطاء وقت التشغيل نمر الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثاني أولاً أكمل الجدول الآتي لمقارنة المترجم Compiler والمفسر Interpreter سنبدأ أولاً بمقارنة المترجم مع المفسر من ناحية الإدخال المفسر يأخذ أحد تعليمات الكود المصدري كمدخل في كل مرة أما المترجم يأخذ الكود المصدري بأكمله كمدخل من ناحية الإخراج يقوم المترجم بإنشاء وتخزين ملف كود كائن كمخرج أما المفسر فلا يقوم بإنشاء ملف كود كائن من ناحية الذاكرة يتطلب المترجم المزيد من الذاكرة بسبب إنشاء كود كائن أما المفسر فالذاكرة المطلوبة أقل من ناحية عملية التنفيذ تتم عملية الترجمة لكامل المقطع قبل البدء بالتنفيذ بالنسبة للمترجم أما بالنسبة للمفسر فتتم عملية الترجمة لكل جملة برمجية بالتوازي مع عملية التنفيذ أخيرا سنقوم بالمقارنة من ناحية التحقق من الأخطاء المفسر يقرأ جملة واحدة ويعرض أي خطأ موجود بها ويتوجب تصحيح هذا الخطأ قبل الانتقال إلى الجملة التالية أما المترجم يعرض جميع الأخطاء اللغوية والتحذيرات عند ترجمة البرنامج فلا يمكن تشغيل البرنامج إذا لم تقم بتصحيحها ثانيا ادرس الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه أولا برنامج مكتوب بلغة عالية المستوى هو الكود المصدري سورس كود ثانيا برنامج حاسوبي يحول كامل المقطع البرمجي المكتوب بلغة برمجة عالية المستوى إلى لغة الآلة هو المترجم كومبايلر ثالثا يقوم بربط ملف الكود الكائن object code بملفات المكتبة القياسية نعم أحسنت عزيزي الطالب هو الرابط لنكر رابعا البرنامج النهائي الذي ينفذه الحاسوب هو الكود المنفذ executable code ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثالث أولا عدد ثلاثا من الأمثلة على الوحدات البرمجية القياسية في لغة بايثان وحدة مثل البرمجية وحدة تيكنتر البرمجية وحدة تايم البرمجية ثانيا اذكر ثلاثا من أوجه القصور في لغة التجميع ترتبط ارتباطا تاما ببنية كل حاسوب لا يمكن نقل أي برنامج من حاسوب إلى آخر لا توفر أوامر لأداء وظائف أكثر تعقيدا من الإضافات البسيطة والمضاعفات والمقارنات مما يضطر المبرمج لكتابة برامج طويلة ومعقدة يصعب فهمها وتصحيحها ثالثا عزيزي الطالب اذكر ثلاث ميزات للبرمجة التركيبية تسهيل عملية فهم وتصحيح البرنامج تسهيل إنشاء خوارزمية البرنامج وبرمجته تقلل من الوقت والجهد في كتابة البرنامج توسيع قدرات لغات البرمجة رابعا اذكر مميزات لغات البرمجة عالية المستوى تستخدم منطق وصيغ برمجية مفهومة وقريبة من لغة الإنسان مستقلة عن نوع الحاسوب يمكن للمطورين تعلمها بسهولة وسرعة أسهل من حيث التصحيح وصيانة البرامج شكرا أعزائي الطلاب لحسن انتباهكم دمتم في رعاية الله وحفظه